اهلا وسهلا فيكم بعالم الذكاء الاصطناعي وادوات ادارة المستقبل اليوم رح نحكي عن اتمتة العمليات الروبوتية المتمثلة في اتمتة المهام اليدوية المتكررة مثل عمليات النسخ واللصق واستخراج البيانات وادخال البيانات وايضا انشاء بيانات باستخدام امكانات بدون ترميز او بترميز بسيط او حتى بطرق اخرى اليوم بدنا نعرف شو المعنى الدقيق لمصطلح اتمتة العمليات الروبوتية وكيف بيشتغل كيف ممكن نستفيد منه في الاردن وفي اي قطاعات كل هاي الاسئلة رح نترحل الان على خبير فقرتنا دكتور رامي شهين مستشار تكالي الصناعي والتحول للمدنى الذكية لأكثر من دولة ومؤسسة عالمية اهلا وسهلا فيك نورتنا دكتور اهلا ليلى كيفك شو اخبارك اهلا ممتازة انت دكتور كل شيء تمام انا نحكي بموضوع جدا مهم يعني انت بتعطيني مصطلحات يعني المصطلحات ننفسرها جزء من التوعية تاعتنا به الفقرة انه نعرف شو المصطلحات المستخدمة اتمتت العمليات الروبوتية شو بنقصد فيها بساطة هو دماغ صغير بنسميه البوت بي او تي هذا الادماغ من علمه او من نعمة العملية تركورد تسجيل لعملية روتينية من نقوم فيها هذا الادماغ بيصير يفهم هذه العملية ويقوم فيها لحاله دون الحاجة الى موظفين موجودين على تقديم هذه الخدمة تمام هذا العلم كان وبدأ بأتمتة العمليات الروبوتية ودعم عمليات التحول الرقمي بالمؤسسات والحكومات المختلفة على مستوى العالم اوكي بعدين صاروا ينظروا لهذا العلم كعلم مقلل للمصاريف فأي حكومة بدها تعمل على تقلير مصاريف العمليات الأساسية عندها بتعمل على وضع الار بي اي او الدماغ او اتمتة العمليات الدماغ المسؤول عن اتمتة العمليات الروبوتية في العمليات الأساسية الروتينية الموجودة عندها فبيقل عدد ساعات العمل لهاي العملية وبيقل مصاريف هاي العملية وهذا بنعكس على حياة المواطن وعلى سعر الخدمة للمواطن حلو يعني هذا كله حيأثر على بيئة العمل أي شيء متكرر نحن هذا البي او تي بيشتغل هذا الشغل محل يعني نحكي الموارد البشرية مضبوط دكتور وبطريقة أسهل وأسلس هذا هو بكل بساطة فالعملية مثلا إذا تيجي على مثلا خلان نعطي على قطاع البنوك مثال من يجي على قطاع البنوك عملية اتخاذ القرار لعملية القرض حلو تأخذ عدد ساعات عمل معينة من كل موظف مسؤول عن هاي العملية تمام لما نحط البوت عليها أو نحط دماغ الأتمتة العمليات الروبوتية على هاي العملية بيوفر بما يعدل معدل عشر تلاف ساعة عمل بالسنة عشر تلاف ساعة عشر تلاف ساعة إذا حسبنا العائد على الاستثمار من نقسم معدل الكوست أو التكلفة للموظف الواحد بالعشر تلاف ونجمعهم مع بعض بيطلع معنا دماغ الواحد بالار بي اي قديه بيوفر بيبارتمنت واحد أو بقسم واحد تخيلي اتعممي هاي العملية على كل الأقسام الروتينية حلو أول إشي المواطن رح يحصل على الخدمة بوقت أقل طبع ثاني إشي عملية التحول الرقمي رح يكون التكلفة تبعها أقل ثالث إشي وهو الأهم عمليات التحول وتسريع عمليات التحول بتكون ما فيها أخطاء حلو رابع إشي الـ 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 بيشتغل 24 ساعة فالخدمة متوفرة 24 ساعة للمواطن حلو يعني إحنا عم نحكي بس والسؤال المهم طب هذا مين بعملوا هذا الـ 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 يعني مثلا أنا عندي شركة معينة بدي أتطور فيها مين بعمل لي يا فيه طريقتين لعمل أنظمة الأتمة الروبوتية الطريقة الأولى بيسموها company approach أو طريقة أو منهجية باستخدام شركة ثالثة بيتمعقد مع شركة تكنولوجيا ويصيروا يشتغلوا على كل قطاع أو كل قسم ويصيروا يبنوا عليه هذا الادماغ فيه الطريقة الثانية اللي احنا منفضلها بمنطقة الليفانت المنطقة اللي احنا فيها منسميها employee approach يعني منهجية باستخدام موظفين المؤسسة مندرب موظفين المؤسسة منعلمهم كيف يبنوا هذا الموضوع على فكرة هذا الموضوع ما بيحتاج لكودينج أو برمجة فبيقدر الموظف يبنيه بعملية اسمها recording أو التسجيل بيبنيها ويحطها على العملية ويصير يشتغل مكان الموظف هذا طبعا الجدير بالذكر أنه حتى لو عندنا عمليات روبوتية بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية أو المنهجية الأولى أو المنهجية الثانية يجب بعدها مباشرة تطوير القدرات المؤسسية للأفراد في المؤسسة حتى نضمن أنه وجودهم بالعمل وبقاؤهم في العمل يعني زي ما حكيت أنت الهدف منه الار بي اي او الدماغ اللي حكيت عنه الروبوتي هذا هو تحسين كفاءة العمل وتوفير الوقت والجهد وتقليل أخطاء البشرية تقليل ولا بتروح تماما مع الوقت بتروح تماما بتبلش بـ 65% لـ 70% وبيصير الأداء يتحسن وجودة الأداء تتحسن مع الوقت لما توصل مية بالمية هلأ بنا نتحدث عن الاستفادة من فوائد أتمت العمليات الروبوتية تحليل العملية دكتور ايش أنت تحليل العملية احنا عشان ننضيبني هذا الدماغ الدماغ لازم يفهم العملية قدي درجة التعقيد تبعها وطبعا فيه معادلات رياضية معينة بتخبرك كيف تحسبي وتحليلي العمليات مثلا انتي هلا عندك بعدنا حلقة مع البلديات في الخدمات البلدية اللي بتقوم فيها البلدية هاي الخدمات بدل ما تاخد وقت طويل منحللها ومنحط عليها الروبوتات او منحط عليها الروبوتكس ماينز او البي او تي بيصير يفهم بكل جزء من العملية كيف يقوم فيها بوقت اقل بتاكلوا في اقل بخدمة افضل للجمهور بشكل عام نحن نقترح عليهم عشان يبطل فيه اجتماعات مجالس خلص يأخذوا صرارات على طول اختيار اداة الار بي اي طبعا فيه مننا نعرف انه هذا السوق عالمي وفيه تنافس كتير كبير فيه شركات زي بلو بريزم أوتوميشن أنيوير يو آي باث ألفا بوت هذول كلهم شركات عندها طريقة بيع لهذا الدماغ عشان تبنيه البوت اه البوت هلا فيه طريقتين اما طريقة بتشتري رخصة و بتصير تجددها السنوي وهاي تكلوا في عالية على الدول العالم الثالث اه او دول في منطقة الليفانت وفيه الطريقة الثانية انه تبنيه داخليا ويشور ملك اليك و بتحطه بسيرفرات المؤسسة وهي الطريقة اللي احنا بجو جي بيتي منصح فيها الحكومات بمنطقتنا اللي هي دول بلاد الشام يسمم كل واحد لمؤسسته و يصير يملكه و يصير طريق خبراء اللي بيقدر يعملوا هذا الوضوء طبعا تطوير الروبوت البرمجي ماذا تقصد فيها؟ عملية التطوير بتصير بعملية تسجيل للعملية اللي قمنا فيها مثلا لو في عملية معينة زي مثلا إصدار إذن أشغال إذن أشغال هاي العملية نفسها لازم ييجي لدماغ عليها نعملها قدامه مرة واحدة بعدين لدماغ بيصير يفهم فيها وأهم من هذا الحكي بيفهم الإكسبشنز تبعها ما هل سبت أسألك عن موضوع يعني ملوك الاستثناءات الاستثناءات مهمة عندنا كيف دا تمشي هيك إذن تعطي سيستم خلص زي ما قلت لك ستي لدماغ بيبلش يتطور بـ 65% لـ 70% أول مرة وهو بيسجل العملية كل ما تصير تسجيل العملية كل ما تصير عماله هي طريقة تعلم لهذا الدماغ كيف بيصير العملية فمن خلالها كل إكسبشن بيصير عماله بتسجل الدماغ عماله بتعلمه مع مرور 3 لـ 4 شهور بتلاقي أنه دماغ أخذ كل الاستثناءات اللي موجودة عندنا وفصار يفكر فيها لحاله ويأخذ عليها قرار لحاله حسنك قلت لي بداية تقليل الأخطاء بعدين رح تروح تماما بعد التجربة طيب اختبار و تنفيذ الروبوت هذا برضو بيودي على نفس الموضوع هي المرحلة الرابعة بعد ما يتسجل العملية ويصير عارف كل معلوماتها بييجي هذا الروبوت بيصير يشتغل مكالا للإنسان وهون بيجي نقطة كثير مهمة ستنا لازم نحكي فيها انت حطيت الروبوت وشغلت الروبوت بس مش معناه تنسى المورد البشري أو رأس مال البشري يجب يشتغل موارد البشرية هنا بالبلديات بأي منطقة على تطوير القدرات الخاصة بالأفراد بالمؤسسة حتى يشتغل عمل آخر ويضلها نسبة الانتاجية للموظف الحكومي عالية ممتاز بعدد ساعات العمل يعني انت هون عم تحكي عن نقطة كثير مهمة احنا هلأ بهاي الفترة بتحكي دائما عن التدريب لازم نطور العنصر البشري والموارد البشرية ليستخدموا هاي الأدوات ويعني يطبقوها بشغلهم هلأ احنا الشباب رايحين عم بيختاروا اختاروا تخصصاتهم بدهم يدرسوا كيف ممكن انهم يعني يبلشوا يحطوا اجرهم او يبلشوا بأول خطوة على الطريق عشان ما يطلعوا من الجامعة يكونوا جاهزين احنا دائما منحكي المواطنة الإيجابية لازم نبنيها سواء برخصة دولية لذكاء الاصطناعية او ايدل او بغيرها الشغلة الثانية اللي يجب انه نعتمد على التخصصية للشباب والشباب يصيروا يعرفوا هاي الأدوات ويقدروا يستخدمونها بأعمالهم اليومية مع الوقت والطالب والخريش شغال بجامعته وعم بودرس بيبني الثيارة كالبارت او الجزء النظري معه ويكون شغال عمليا هنا بنبني اكتر من شغله بنبني مجتمع قادر على انتاج الابتكار وريادة الأعمال لانه بصير الشب يفكر بطريقة انتاج افكار جديدة باستخدام هاي التكنولوجيا وهذا الاشي اللي عم بنشغل هلأ بمعظم الدول زي فنلند مثلا الشغلة الثانية بنبني مجتمع منتج وهذا اشي كتير مهم الشغلة الثالثة بنحسن الخدمات اللي موجودة عنا بالمؤسسات وهذا اللي بدنا اياه وهذا اللي احنا بنسع عليه مع خطة التحديث الاقتصادي وخطة تطوير قطاع العام طيب آخر بالسؤال سريع جدا هل احنا في الأردن بلشنا بموضوع التمثل عمليات الروبوتي او في مثلا المؤسسات لو من القطاع الخاص بلشت في مؤسسات بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص بلشت بالموضوع نجاح سجلوا قصص نجاح والقصص تعتبر قصص نجاح ولكن احنا ببداية متواضعة ان شاء الله مع الوقت ومع وجود خطة التحديث اللي موجودة عنا بالأردن ودعم الحكوم ان شاء الله نقدر نوصل لقصص نجاح كبيرة بهذا الموضوع ان شاء الله وانحنا نتأمل انه نوصل لهذا الموضوع الاهداف اللي من حياتنا حانا نشغل عليها ونشوف عنا مواردنا البشري كمان تكون قادرة مش بس تشتغل بالأردن نقدر نصدرها بالأردن واللادس ان شاء الله ان شاء الله امثالك دكتور دكتور رامي شاين مستشار ذكاء الاصطناعات تحول مدن ذكيل اكثر من مدينة ومؤسس عالمي الله يعطيك العافية وشكرا كتير لك على المعلومات الدامت عطيني شكرا يا دكتور